رب الله وعلا بارك الله فيكم و أحسن إليكم هنا سؤال الأخ الكريم عبد الله الآخر يقول إذا وضع إنسان صدقة ماء في المسجد و نوى أنها للمصلين و لكنه يشاهد مثلا من يأخذها خارج المسجد هل يعني رغبة في أن لا يتحملوا وزرا بأنهم أخرجوها من المسجد هل يبيحهم في ذلك و يجعلها صدقة عامة هو حقيقة الذين يبذلون الماء هو ليست صدقة هي صدقة في حق فقير و هدية في حق من يسويك لأنك أن تضع المال يشربها الغني و يشربها العادي و ليس صدقة و لهذا ما يسوغنا ما أرى أن أحد يتورع من هذا المال بحجة أنه إنما صنعها صدقة هو صنعها بذل مال لقول النبي صلى الله عليه وسلم دينار ينفق أحدكم على إخوانه و دينار ينفق أحدكم في سبيل الله و دينار ينفق أحدكم على أولاده أعظمها أجرا دينار ينفقه على أولاده مما يدل على أنك ما تنفقه على إخوانك تحصل على ذلك أجر و لا يلزم أن يكون الصدقة هذا واحد الثاني أن المقصود الذين يضعون الماء في المسجد أو التمر لا يقصدون أنه يؤكل في المسجد لأن الأكل في المسجد فيه خلاف فإذا أخذ الإنسان واحدة و اثنتين ثم خرج بها فلا أرى فيه بأسا و لا ينبغي للمتصدق أن يجد فيه حراج لأن بعض الناس يأخذوا واحدة و اثنتين لكن أن يأخذوا كرتون كامل هذا فيه نوع من الإجحاب لأن الإنسان إنما وضع ليأخذ حاجته و حاجته الموجودة الواحدة و الاثنين و الثلاثة و أهل مجر بارك الله فيكم و أحسن عليكم